بسم الله الرحمن الرحيم وبين الساعين بنستكمل موضوع Fluid Kinematics والنهاردة هنتكلم على How To Describe The Flow Motion الى Description Of The Fluid Motion احنا شوفنا المحاضرة السابقة كافة انواع السريان المحتملة ممكن تعبيرنا النهاردة هبتدي اوصف الحركة ازاي بوصف حركة الماء احنا بنوصف حركة الماء بمجموعة من الخطوط المهمة جدا عندنا اول واما خط فيهم Stream Line وهو خط السريان وده عبر عن خط تخيلي زي المرسوم قدامنا كده بيرسم في مجال السريان الممثل عند اي نقطة بيديني ال Direction بتاع ال Velocity Vector وبالتالي وبنعرفه It is an imaginary line drone through the flow field such as that the tangent to it at any point indicates the direction of velocity at this point زي ما قلنا وخط تخيلي يورسن في مجال السريان الممثله عند اي نقطة بيدي مجال السرعة وده الفيكتور عندي وده الاتجاه U وده الاتجاه V بقى الإكوشن بتاعته اللي هي دي واي باي دي اكس بتساوي ال V على ال U دي ال Differential Equation بتاعت ال Stream Line والإنما أستطيع أن طريق حلها هذه المعادلة التفاضلية أوصل إلى ال وايك فانكشن فيه ال X ال Stream Line أول حاجة بيديني ال Direction بتاع ال Velocity Vector وده الخاصائص بتاعك No Flow across the Stream Line يعني بمشي مركبة عمودية على Stream Line Steady Flow Stream Lines are Fixed in the Space Unsteady Flow Stream Lines move يبقى دي خصائص ال Stream Line اللي موجودة عندي وده خط من الخبط المهمة جدا في توصيف حركة المنح لو أنا عندي مجموعة من ال Stream Line بسميها Stream Tube بسميها حزمة يبقى إذا surface formed instantly by all Stream Lines that passes through given closed the curved in the fluid يبقى لو عندي مجموعة من ال Stream Line بتشكل Stream Tube اللي احنا بنقول عليها حزمة من خطوط الصراعان إذا ما احنا شفنا المعادلة التفاضلية و كنا تكلمنا عليها قبل كده هي دي المعادلة في حالة two dimension dy dx بالساولية على eu بقدر حلها بأحد طور المعادلات التفاضلية واحصل على y كفانشان في ال x النوع الثاني من الخطوط اللي وصل الحركة اللي هو الباسلين الباسلين هو عبارة عن الأثر اللي بيتركه بارتكيل واحد خلال فترة من الزمن يعني أنا باجي في خلال فترة من الزمن تي واحد و دي اتنين وبتتبح حركة بارتكيلز معين فبلاقي البرتكيلز برسمي الخط اللي قدامي ده الخط اللي قدامي ده this is the actual path ولا زي بسميه الباسلين يبقى الفليوت بارتكيل هنا رسملي لو في بارتكيل تاني هيرسم شكل تاني لو في بارتكيل تالت هيرسم شكل تالت وهكذا يبقى أنا بكلم في حالة الباسلين على بارتكيل واحد بيرسم لي خط بسميه الباسلين and it is defined as the trace of the path with a single particle over a period of time الخط الشريطي الخط الشريطي الخط الشريطي هو بيديني المحل الهندسي لجميع النقاط اللي تمروا بنقطة سابقة وده بنستخدمه في حالة الفيسوليزيزيشن باستخدمه في حالة تصوير السريان بيبقى عندي في مصدر ضعي للدخان ولو عندي السريان بيعد عليه بقى كل البارتكيلز بتعدي بأدم بي واحد بي اتنين لحالة بي ام رسمت خط بقى جميع البارتكيل رسمت خط ده بسميه الخط الشريطي وعبارة عن المحل الهندسي لنقطة سابقة بيمر عليها كل البارتكيلز وده بنستخدمه بيجي مصدر دخان او سابقة وبخلي مثلا السريان يمشي واقفة البارتكيلز بتتلون ويمكن دي اشكال لبعض الصور اللي قدامنا دي اشكال لبعض اللي بتترسم باسطة اللي بيكون الجزئيات بتمر عليه يبقى الخط الشريطي is the locus of fluid particles that have passed sequentially through a prescribed point in the flow easy to generate ده سهل ان احنا بنولاده زي ما قلنا باستخدام زي ما مصدر للضاي وبتمر فوقه البارتكيل سواء اذا كان عندي air flow او او اذا كان عندي بوتر بحط صبغة لتزوب في الماء وبقدر حتى اصور السريان ساعتها وده بنسميها الفيسوليزاشن عملية تصوير الماء لما اجعل الكمبارزون بين الستيدي فورستيدي الستريم لاين والباس لاين والستريك لاين are identical يبقى لو عندي steady flow هلاقي الستريم لاين وهو الباس لاين وهو الستريك لاين منطبقين على بعضه فورانستيدي لأزي كان بي ذري ليه لان الستريم لاين are instantaneous picture of the flow الباس لاين والستريك لاين are pattern that have the time history الستريك لاين instantaneous snapshot لاحظة معنا بصور فيها الباس لاين time exposed the flow of an individual particles يعني بكلم على جزء واحد بس زي ما احنا شفنا ثلاث خطوط دولت هما الثلاث خطوط الأساسيين لوصف حركة الماء اهمهم الاستريم لاين بعدي الباس لاين بعدي الاستريك لاين والاستريك لاين والاستريك لاين المستخدم في عملية تصوير الصراعيان او ما يسمى معانية فيسولايزيزيشن نستكمل المحاضر القادم ان شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى